المجلس الوطني بالإضافة إلى الميزانية السنوية للحزب بالإضافة إلى بعض التعديلات التي أدخلت على مجموعة من الأوراق أساساً لائحة داخلية للحزب ونظام المالي وأيضاً النظام الداخلي أيضاً استمع عضاء المجلس الوطني إلى تقرير سياسي الهام الذي عرضه الأخ الأمين العام الدكتور سعدين العثماني وتم منأ مضامينه وكان هناك نقاش موسى ساهم فيه أكثر من 80 متدخل من أعضاء المجلس الوطني عبروا من خلالها عن شغالتهم الأساسية التي ترمو استمرار الحزب على مبادئه المستنبطة من المرجعية الإسلامية في نضاله في تواصله مع المواطنين في أدائه داخل المؤسسات وأيضاً من شغالاتهم حول الضرفية الاقتصادية والاجتماعية ومطالبة الحكومة بمواصلة نهجها الإصلاحي مع التسريع بإخراج مجموعة من الإجراءات والقرارات لسيما السجل الاجتماعي الموحد بالإضافة إلى الحرص على التنزيل السليم لورش الجهوية المتقدمة ومتاق لتمركز الإداري بالإضافة إلى طبيعة الحال الإنصات لنبض الشارع ولسيما المطالب ذات الطبيعة الاجتماعية واقتصادية توقف أيضاً مجلس عند المعطيات التي تميز الظروف الحقوقية في بلادنا ولسيما بعض التجاوزات التي تهم حرية التعبير وتهم أيضاً بعض المتابعات في هذا الإطار ودع المجلس إلى خلق جو سياسي مناسب لمعالجة كافة القضايا من هذا القبيل لأن بلادنا محتاجة إلى تعبئة وطنية تصمد في وجه المتغيرات الإقليمية والدولية التي تستهدف وحدثناً وطنية والترالية وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالإصرار على المضيف في الحرص على نموذجنا المتمييز والاستثنائي في المنطقة وبطبيعة الحال المجلس عبر على مجموعة من المواقف من مختلف القضايا الرهنة من خلال المصادقة بالإجماع على مضامي البياء الختامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر